مرحبا اليوم سنرحب بالجيل الجديد من نيسان اكس سررا 2021 لتغير من الشكل الخارجي المحرك والمواصفات من بعد 2015 صارت النيسان اكس سررا مشهورة بأداءة بالوف رود ولكن الجيل الجديد اليوم عم يروح أكتر توجه طبعه للمدينة على طرقات المدينة وإذا عزت شوية اوف رود أكيد هالسيارة عندها الإمكانيات هذه النسخة تتصنع في تايلند هناك اسمها بس سررا أما في الشرع الأوسط يكون اسمها الأكس سررا مثل ما تعودنا عليها قبل البوزيشنينج عن نيسان هي بتجي أصغر من نيسان باسفاندر وأكبر من الأكس سررا الكمبيتر مثل ما نعرف في تويوتا فورتشونر في ميتسو بيتشي مونتيرو هذا الطراز يتوفر بسبع ألوان هذا اللون واحد منهم اللون جديد وكتير حلو الأول ما تطلع على الواجهة الأمامية منشوف أنه هذه السيجنتشر طبعا نيسان موجودة اللي هو الفي موشن جريل مطعم بالكروم لأنه هذه النسخة الفول اوبشن اللي معنا علامة نيسان بالكبير لدينا الرادار اللي يحذرنا لما نقرب على السيارات سنسرز الأضوية اللي صارو عم بيشبه شوية الباترول وأكيد الديزاين طبعا حلو مع فول LED لدينا الأضوية كمان الفوكلايتس موجودين من تحت إذا نلاحظ أنه عالية نسبيا وهذا أكيد سيساعدها من ناحية الأفروض اللي علوه طبعا 25 سنتيمتر والأبروتش أنجل من قدام 32 ديجري عوضنا على الجيل القديم من إكسيرا كان خطوطه شوية عريضة طي يعطيها انتباع رياضي عم نشوف هاو دي الخطوط على الغطاء المحرك كيف عامل هيدا الخط وبلاس منشوف الفندرز كيف انه منفخين عم نشوف الرنجيت بمقاس 18 إنش وعلوه السيارة عم بساعدها إذا بعدين نعمل أبغريد للطايرز ننكبرون تيساعدونها أكثر بالأفروض حلوة هيدا الفتحة على الجنب باسية للشكل أكثر منها فتحة للمحرك المريات نطعمين بالكروم وعم نشوف الكاميرا من تحت هاودي الأربع كاميرات الموجودين على كل أطراف السيارة تيساعدونا 360 view السايدستاب كتير مهمة وكتير منيحة لأنه هيدا لما بتفوت بالأفروض ولا الوحل ولا هيدا ما بيطلع على السيارة كتير وحل فأنت طبعا بتفوت ما بتجوي حالك منكمل لهون ما فيها فتحة سقف ولأ منقول لي ما فيها فتحة سقف متما تعوضنا على الأكسترا القديم السقف تابعه بيجي أعلى لأنه الكراسي من جوا أول صف وثاني صف وثالث صف بيجي تقريبا مثل التياتر من فوق لتحت فمن هيك عم نشوف الثقف عم بيعلى شوية من الخلف بيحمل الثقف تقريبا 100 كيلو للحمولة التطعيم بالكروم كمان عم نشوفه بالأبواب وأكيد عنا كبسة التوتش انتري ففينا نكبسة الويرس انتري إذا منقدر نكبسها تنفوت لجوة منكمل شوية ننتقل على الخلف من الخلف شكل كتير جديد من معوادين عليه قبل بالأكسترا ما في شي من جيل القديم منبلش أول شي من فوق عنا السبويلر الأضوية LED منلاحظ التطعيم بالكروم وهذا الخط الجاي من الأضوية لتاني ميل كلمة أكسترا هون فيه كاميرا هذه الكاميرا هي مش كاميرات ريفيرس وهذه الكاميرات الموجودة على المرية كاميرات ريفيرس هي موجودة هون أكيد سنسور من الخلف وملاحظت ذا هي عالية سنشوف هلأ المساحة الداخلية الصندوق الخلفي كبير نسبيا وخاصة أننا لدينا المقاعد الصف الثالث هلأ الصف الثالث مطوي هينت عليته في هيدا الكابل هون نسحبه للخلف بيطلع تحت هيدا كمان عندنا محل للتخزين لكن كثير صغير يعني ما بيساع كثير إلا شي خفيف في عندنا على الجنب يو اس بي بورت ومحل تنشبك الاشتي ام اي اذا معنا تابلت وبنا نحضر على سكرين الموجودة بالوسط فينا نشبكها بيرجع عندنا الاسي بالخلف موجودين فوق نسبيا كبيرة كمقاعد الثالث يعني يرجع عندنا بالخلف محل للتولف فولت كما نشبك كمانا كهرباء أكثر لكن قبل ما نبلش رح فرجيكم شوية المفتاح طبعا هذا المفتاح طبعا مثل نيسان باترول وأخويتها من شركة نيسان الأدفانتج اللي فيه والأفشن الجديدة اللي كتير بحبها وخاصة بالصيف بالإمارات صار عنا أول كبسة فوق لتدوير المحرك عن بعد رح نجربها هلأ وهيك بالدور السيارة منبرد من الداخل وبعدين مفوت عليها هلأ من ناحية الشكل الداخلي بايزيك يعني ما فيه كتير ديزاين هيك اغراسيف ديزاين منلاح ذاك شوي كلاسي يعني من السيرينج ويل من فتحات الهواء والرفاع السكرين كتير كبيرة هلأ هالسكرين بمقاس 9 إنش في عنا أكتر من من سكرين عنا السكرين الصغير بالداشبورد اللي هي 7 إنش يرجع عنا السكرين الوسطية 9 إنش عنا السكرين بين الكرستين 11 إنش وكمان المريت النص هي سكرين منقشع فيها بالكاميرا الخلفية إذا كان فيه شي عائق ما خلينا نشوف الطريق وراء مثل حدا بالصفة الثالث ولا أغراض يرجع بكمل عنا الديزاين من بعد السكرين تحتها في عنا الكبسيت للأي سي وتحت الكبسيت في عنا USB بورت وتحكم بالجير من 2 wheel drive 4 wheel وتحتها في محل لنشرج الموبايل المسكة عادية مسكة جير عادية الحلو إنه منه سي في تي الجير طبعه أوتوماتيك من سبع غيارات هلأ منحكي عنه كمانا يرجع منكمل لتحت في عنا كبسة الديفلوك كبستين بالنص تنسكر المقاعد الصفة الثانية وآخر كبسة على اليمين اللي هي عند المنحدرات بتتحكم بالسرعة تلكائيا محل الكوب هولدر ومحل التخزين بالوسط حجمه صغير بس إنه إس أوكي وهون على اليسار عندنا لطبقة البنزين فتحت البنزين وعندنا تحت التراكشن كنترول هيده كانت لمحة سريعة عن داخل السيارة هلأ راح بلش تسرايف وخبركم أكتر عن سويتا هلأ منبلش تجربة لي هيده شوي أخبركم أنه أنا جيت مع نيسان ميدل إيست على الفوجايرة هكي تنختبر السيارة وبنفس الوقت تنعمل شوية اكتيفتي برحملنا كاياك واليوم هلأ راحين على بارك وعم نستمتع بسويقة الإكسترا هلأ بدي لقوني أنه أنا وسيقة على الخط من دوباي للفوجايرة ساعتين تقريباً الطريق كتير نعمة هدوء كامل اللي كان يسوي الإكسترا القديم بلاحظ الفرق يعني أنا كان معي إكسترا لألفان وتسعة قعدت وقدش صار ناعم هيده ما كانت موجودة قبل قبل كان هكي كتير كتير راف هلأ عم نشوف شوية كأنه أكتر لجري كأنه أكتر صار خرج المدينة والدايلي درايف والسوئة على الخط صارت أريح بكتير المشاكل الكبيرة اللي كانت بتواجهها الإكسترا القديمة هي استهلاك الوقود محرك ال V6 4.0 صح أنه كان فيه تورك كتير عالي بس استهلاك الوقود يعني كتير فأنا كنت عبيله يعني كل يومين عبيله 100 درهم لهذه الدرجة كان يصرف معي هلأ المحرك الجديد هو أربع سيلندر بطل فيه الستة سيلندر 2.5 لتر عم بيولد 165 أحصان و 264 تقريباً نيوتن متر من عزم الدورة هلأ بارث في كتير ناس ما حبوا هيدا وعم بيعملوا لي كومنت انه ال V6 أحصان وما ال V6 أحصان هوا بالنهاية تدباند على طريقة الدرايفين تابعكم وانتو شو ودعوا من هيدا السيارة هلأ اليوم الاكسترا سيارة صح انه هي أربع سيلندر بس سيركي لكم ال Off-Road Capability يعني شو؟ العلو طبعه عالية الجير طبعه منه CVT جير Automatic عادي وهو جيد فيها للانتي لوك للديفرانشل عندكم الفورويل والتووويل تقريباً سيارة شاهدة تتطلع Off-Road ولا اذا فيه هو حيالة عائق انتو بالطريق هي قدرة تتخطى هيدا العائق هلأ اذا بدكم سيارة سيارة Advanced بالOff-Road اكيد بدك تطلع ساعتها على الباترول هو ملك الصحرى يعني هلأ المحرك انه السعر السيارة صار كتير competitive يعني عم يتبلش سعره من 99 ألف درهم وهو كتير competitive بهيدا الكاتيجوري بالزيت اذا عم بتسوقها على الخط انا ما لحظت يعني فيها اي مشكل بالكب باور يعني الباور منها عاطلة هلأ بتحس فيه ايام لما تكون عندك طلعه وماشي على بتحس هيك بتسقط جير كرميل هي تبوش ستتضلها بنفس السرعة هيدا طبيعي كل محركات الاربع سيلندر وخاصة انه هيدا المحرك معلي تيربو تشارج هلأ انا انا امشور انه نيسان كان فيه نحطه تيربو تشارج ويأوله الهورس باور يعني هيدا منها مشكلة بس كمان بنفس الوقت بدك سيارة تكون ريليابل اذا انت عم تطلع فيها اوف رود يعني هيدا الاربع سيلندر صح انه اذا تطلع فيه اوف رود هم بدلك اول جير تاني جير هيدا ما بيحمى يعني الشغل اللي حبيتها بالانتيرير هي كيف السكرين مندمجة بقلب التابلو وتاش سكرين وكتير هين انه تشبك فيها الابل كار بلاي بغري على الواي فاي والبلوتوث شبكة صار عندي كل الاب موجودين فيها حتى فيها نافيجيشن كتير كتير ادفانس حبيتها فيها كمان غير التسعة انش الموجودة هون عنا السبعة انش السكرين اللي عم بتفرجيني سرعة السيارة واذا بدك تحكم بحيالة اشي من السيفتي اوبشنز سمعكم شوية تسارع طبعا يعني حط هلأ اول جير وادعث لاحظتوا يعني اليوم في عزم دوران ولكن قصة شوية هورس باور برجع بقول انتو لشو بدكم اياها للسيارة اذا بدكم اياها للديلي درايف اتس مور دان اناف بتوفر بنزين وعادي السيارة اذا بدكم اياها اذا بدكم اياها للسيارة اكيد الستي سيلندر واذا بتعمل طوينج اكيد الستي سيلندر غير شيء وبما انه هاي الاكسررا كمان عم يجي فيها النسان انتلوجينت موباليتي يعني فيها كتير من السيفتي مثل ال فورورد كوليجين وورننج ديبارتشر لين وورننج رير كروس ترافيك ايرباكز يعني فيها فيها كل شيء كمان لاحظت شغلي الساوند سيسم من بوز كتير 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 حلوة يعني اللي رايح مشوار في اسمع موسيقى كتير حلوة صح انه الاكسررا عم ترتكز على الشاسي طبعا النافارا ولكن صار كتير علي التعديلات تكون الرايد احسن واكتر سموث يعني انا سقتها للنافارا بسبين وكتير هايدي اريح هايدي كانت لمحة سريعة عن الاكسررا اذا بتكون تسألوني رأيك فيها انا بقلكن اكيد كنت بحب يصير فيه شوية تعديل على محرك الفي سيكس يكون يمكن يكون ثلاثة ليتر محل أربع ليتر ويكون بيوفر بنزين أكتر ويضل فيه يعني نسخة الستي سيلندر ولكن هيدا الابشن كمان مش غلط يعني الاربع سيلندر سوئته مننا بشعة بس انا بالنسبة لقلي اكيد بحب يكون فيه اكتر هورس باور من 165 من ناحية السعر كتير كومبتتوف بهيد الكاتيجوري يعني عم نحكي سيارة تقريبا اقل من 100 ألف درهم تسعة تسعين ألف درهم وعم نحكي نيسان يعني بتجيبه وبتنسى انا موضوع 2009 كان موضوعه جبته بسنة 2009 سيارة القديمة وسقتها 265 ألف كيلو وما دفعت شيء عليها إلا بس بنزين وغيار زيت يعني تاتسد ولا مرة صار فيها أي مشكلة لذلك السيارات معروفين قداش هني ريلايابل يعني مش ضروري انا احكي عن هيدا الموضوع بس الكابابليتي بالوفرود انا رح ارجع اخدها مرة تانية لانه متل ما قالنا انه هيدا كانت اه رح ارجع اخدها بتاسترايف واحتي اكتر ديتيلز عنا واطلع فيها صحراء وشوف كيف كيف عم تكون بالوفرود اذا عندكم اي سؤال فيكن تسألوني ايه وما تنسوا تعملو لنا لايك وسبك شكرا اشتركوا في القناة